إن المؤمن فقير بل كل إنسان فقير لكن المؤمن يستشعر الفقر ويتعبد لله بالافتقار وأعظم الأبواب التي يدخل بها على الله عز وجل هو إظهار الافتقار له أظهر الفقر له أظهر حاجتك إليه قل يا ربي لا غنبي عن جودك يا ربي أنا الفقير إليك في كل حالات يا رب أنت الغني وأنا عبدك الحسين بن عبدك بن أمدك هكذا التضرع في مقام الافتقار يظهر فيه الإنسان غاية فقره لغنى ربه وأنه لا غنى به عن فضله هنا تنفتح أبواب العطاية والهبات